إحنا دايماً منكون حرسين في عشر صبح في الأهل إن إحنا نستضيف يعني أبطال متميزين نهاردة معنا بطل فعلاً ينطبق عليه موضوع إنه هو متميز لإنه هو بطل من أبطالنا اللي كمان متوقعين ليه الفترة اللي جاية نجاح مبهر جداً استطاع إنه هو حقق الرقم عالمي وحصده 3 ذهبيات في رفع الأثقال فبطولة العالم تحت 17 سنة ولسه كمان بطولة العالم للكبار جاية بإذن الله منورنا كابتن محمود حسني صباح الفلو إيه الكلام العظيم ده إيه اللي إحنا مشايفينه ده بجد برافو عليك منورنا في القاعدة وسعداء بيك جداً 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 الحقيقة يا محمود وعايز أقول لك قبل ما ندخل بقى معك في الحوار ونتكلم ونسألك وكده عايز أقول لك إن إنت نموذج لللي إحنا كنا بنتكلم عليه أنا ونهواند في الجزء الأولاني من حلقتنا النهاردة فكرة إن إحنا عندنا أبطال في كتير من الأحيان بالقدر الأقل من الإمكانيات بيعرفوا يعملوا شغل أنا ليه بقول لك الكلام ده وإنت بصفة خاصة لإن أنت كمان في الفترة الأخيرة أنت شاريت لك مجموعة فيديوهات وإنت بتتمرن على سطح البيت والحقيقة فيه ناس كتيرة جداً جداً أشادت بدأوا وبإصرارك وكفاحك اللي وصلك في نهاية المطاف أن أنت طالب سنة تانية سنوي أنت عندك سنوية عامة جاية السنة جاية إن شاء الله صح كده؟ ثلاث ميدليات في بطولة عالم لرفع أسقال فأولاً مبروك وسانياً أنت نموذج مشرف وسالثاً عايزين نعرف بقى منك بداية رحلتك مع رفع الأتقال جات إمتى وإزاي؟ بدايتي كانت من خمس سنين وبدايتي كانت في رفع أسقال اللعبة دي بالذات لأن كانت أقلتي كانت بيتمارس الرياضة دي فهم اللي خلوني ألعبها وحببوني فيها ومع الوقت طبعاً دخلت المعسكر وكان الموضوع مهم جداً بالنسبة لأن ده كان حلم الصغير أن أنا أبقى في المنتخب المصري بعد كده طبعاً لعبت بطولة العالم باليونان كانت أول مشاركة لها دوليا فكان الموضوع صعب بالنسبة لأن أول مشاركة تكون بطولة عالم طبعاً حاجة تخض الوحدة حالي طبعاً وكمان تحت عشرين سنة فما كانتش سني فالحمد لله قدرت حقق فيها اتنين فضة وبعدها بشهر بالزبط لعبت بطولة عامل في المكسيك تحت 17 سنة ودي كدت سني فاكنتش عايزة سيب المرحلة دي غير لما سيف فيها علامة لأي أنا طب محمود احنا عايزين نمشي معاك خطوة خطوة ببدئياً انت بتديت كان عندك تحديداً كم سنة وابتديت أول بطولة كان عندك كم سنة وحققت فيها اي يعني خلينا نبدأ من الرحلة من أولها عشان برضو الناس تبقى متابعة يا أول أنا بتديت من أنه أنا عندي 12 سنة أول بطولة كان عندك 13 سنة كان لبطولة جمهورية يعني ابتدى وبعدها بسنة لأ طب ده إزاي برضو صعبة دي المواضع كان صعب بس الحمد لله كنت كويس شوية فلايبت بطولة جمهورية حتى 15 سنة كان لسه عندك 12 سنة فجبت ثالث جمهورية وفي نفس السنة برضو كان فيه بطولة تانية وجبت برضو ثالث بعد كده كنت بجيب أول حسين ما شاء الله عليك بس على فكرة أنت بتقول ابتدتو أنت عندك 12 سنة فيه أولياء أمور وأهالي ممكن يبقوا عندهم أولاد في نفس السن ده بس عندهم انطباع خاطئ بأن الرياضة دي لا تسطح للمرحلة العمرية دي وأن العظم مش عارف لسه لم يكتمل ايه ونمو ايه فأنت فسر لنا الحكاية دي هل غلط إن واحد يبتدي رياضة زي رفع الأثقال في سن مبكرة بالشكل ده لأ ملاش علاقة على فكرة بالطول أو كده لأن أنا برضو كنت خايف بس بقى جيت أبص للأبطال وكده لأ في ناس كتير طوال جدا بيلعب رفع أسقال وما فيش مشكلة أنا بكتبع طول ألا بكتبع على السن السؤال لأ السن ملوش علاقة برضو ده بالعكس ده طول ما أنا ببدأ بادري بتبقى الفرصة بالنسبة لي أحسن أن أنا بقى كويس فيها طول ما السن يبقى صغير بتبقى الفرصة أكبر فالموضوع بيبقى أحسن يعني ويبقى معا طبعا مدربه ولازم يكون فاهم ما ياخدش حاجات في الوقت ده يحاول على قدر الإمكان يتمرن بمجهوده بس في الفترة دي أنه لسه صغير على الكلام ده كله الأحمال كمان علشان ما يحصلش أي أسابات ولازم يكون مدرب فاهم طبعا عشان يعرف حقه معانجزات انت انضميت للمشروع القومي للموهبة في الأسقال ده 2020 صح كده طيب قدمت ازاي وبردو تم اختيارك ازاي خلينا عرف أكتر عن المشروع ده أنا كنت في الأول بلعب في نادي الكهرباء فلما سمعت ناس كتير يتكلمت على موضوع المشروع والمشرف عليه سيادة الوزير وسيادة الرئيس فكان الموضوع كويس والناس كتير شجعتني أن أنا بقى في المشروع فحبيت الموضوع وقدمته كده وتقابلت أن أنا كنت ساعتها برضو حصل ثلاث جمهورية مرتين فكان الموضوع أسهل شوية وطبعا لما دخلت في المشروع كان الموضوع أحسن يعني بقدم ايه المشروع برضو عشان يستبقى عارفة طبعا الماديات ومعنويات كان ككل حاجة كان كل حاجة متاحة في المشروع يعني بيبقى فيه دعم مادي بيبقى فيه اهتمام بيبقى فيه متابعة بيبقى فيه مدربين ده يعني لازم بموضوع ده ويصب في الآخر فكرة من مشروع الأبطال المستقبليين فدي حاجة حاجة حلو قوي على فكرة من ضمن الحاجات اللي برضو مرتبطة بيك عند ناس كتيره واعتقد يعني انت سمعت من خلالها تعليقات لطيفة كتير النظارة ايه حكاية النظارة؟ طبعا النظارة دي الموضوع مختلف شوية بالنسبة للناس انا اول مرة يشوف حد بنظارة بيلعب رفع اسكال فهو النظارة دي نظر فهو غزب عني انا ما كنتش حابة بلعب بيها بس هو غزب عني عشان نظر وكده في الاول طبعا ما كنتش بعرفة لعب بيها اني كانت بتسبب لي اعقا وكده في التمرين فكان موضوع صعب بس بعد كده بدأت تعودت عليها ما كانش ينفع ملعبش من غيرها فتعودت عليها لغاية ما وصلت هنا لعب بطولات دي ممكن تجيب النظارة اللي هي من ورا بتتربت وممكن بعد كده تعمل العملية بتاعت الليزك ممكن تتركب لانسيس شفاف يعني فيه اوبشنز عندك مش مشكلة يعني محلولة هو عادي تعودت عليها بالعاية ده هو تشهر بيها كبير ده هو تشهر بيها طيب فكرة هنا انضمامك كمان لمنتخب مصر بقى في عشرين واحد وعشرين الخبر ده جالك ازاي وفي نفس الوقت انت كان حلمك ان انت اكيد تنضم لمنتخب مصر خطوات اللي جاي يعني عايزة كل ما يدور حول منتخب مصر تحكي لنا عنه يا محمود وطبعا جاي الخبر بعد اما انا جبت اول جمهورية بعديها قال انت تنضم المنتخب وكده طبعا فرحت جدا فطبعا فرحت جدا وكده ده كان حلمي فطبعا العزيمة عندي بقت اكبر الاسرار بقى اكتر بقيت الموضوع كبير التشالنج عمالة تزيد تحدي عمالة يزيد الناس بقيت تعتمد عليك يعني موضوع محتاج منك كمان زي ما بتقال استكمال للنجاح لان انت وصلت النجاح ونجاح غير مسبوق بصراحة ما شاء الله بس عندك لسه زي ما بتقال كده رحلة اطول واصعب خلينا نقولها بهذا الشكل كمان لما احنا اتكلم على قرمبيات باريس عشرين وعشرين لسه اتقل لك جاين لك مده هتعمل ايه في الدراسة مجدئية بالبطولات دي كلها وباريس صحيح وغيره هتعمل ايه في المذاكر طبعا في امتحانات كنت بقى اجلها انا الفترة بتاعت المكسيك انا كان في فترة اليونان كان في امتحانات طبعا وقت امتحانات وكده فأجلت الامتحانات وهما وفقوا كده في تفاهم يعني اه لا في تفاهم بصراحة وفي تفاهم بالنزارة والموضوع كان سهل ولما رجعت من البطولة امتحانت على طول جميل حلو جدا انت بتاعنا نروح للجانب العائلي شوية انت قلتنا ان عندك في العيلة قريدي كانوا بيمارسوا نفس الرياضة فانت طلعت زي حاجة وراثية بس اكيد بيبقى فيه دعم اكيد فيه تشجيع مين اكتر حد بقى عندك في البيت بيشجعك قصة الدراسة بقى مش فرق قوي على قد ما عايزي بقى محمود بطل مصر ويحصد لنا كمان ميدليات في الولمبياد بإذن الله تبقى تكون دهبية هو طبعا كان فيه نظر الكازهد مثلا خلاني وكده الرياضة كانت اهم طبعا بس طبعا والدتي كان اهم حاجة دراسة اه ملأ عشان كده بقول لك يا ابو ده طبيعي الام دايما تبقى مهتمة بالدراسة اكتر بس لما لقيتك بقى بتنجح ومدليات وموضوع بيكبر ابتدت تتفاهم شوية ده؟ اه طبعا ما بقيتش طبعا تتضايق او لو مثلا شايفاني في الوقت ده مشغول في الرياضة فمش اقدر ازاكي ده فبقيت متفاهمة الموضوع والموضوع كويس يعني الوضع تفهمت والخال والد صح كده مش الخال والد برضو او لا غلطات اتخال معنا على التفاصيل عشان نعرف بقى كل التفاصيل العائلية اللي انتي بتسألي عليها صباح الفل معنا كابتن هاني ومدرب محمود وكمان خاله صباح الفل على خضرتك يا فنم و اهلا بيك في عشر الصبح في الاهلي صباح الفل يا فنم صباح الفل مليون مبروك طبعا النجاح المدوي والمشرف اللي بيحققه محمود وعايزين نعرف انك بقى كواليس صناعة هذا البطل عمله ازاي الله يبركي حضرت والله احنا يعني محمود ما شاء الله موظوب منصور يعني هو حد ملتزم ملتزم جدا يعني وهو طول عمر بيحب الرياضة طبعا عشان البيت عندنا كله الاسر الرياضية وكده فكان دايما كان فيه بار عندنا في البيت وكان دايما بيتمرن باب بار صغير وحتى هو طفل صغير يعني فيه بار سبع كيل وكده كان عندنا وبيتمرن بيه حاجات بسيطة كده لان الموضوع لما كيبت بقى شوائية بدلا لازم نمرنه وكده فاخويا كبير عنده مصنع وكده فاشترنا حديد نعم هو لك بيشيل المصنع ولا ايه ما الواضح ان السبع كيلو مش كافيين مع محمود هو احنا هو احنا لازم طبعا كنا نخلي بنا منه لان هو مميز وكده فهو ان شاء الله حاجة كويسة جدا فجبنا الحديد وكده واستمينا بيه لحد ما وصلنا الحمد للارد العالمين للمنظر دون ومعانا ولد تاني برده اسمه عمر ابن أخويا ان شاء الله بطل برده ان شاء الله هنقدمه قريب جدا بإذن الله ان شاء الله بإذن ركب تنهاني طيب خليني اروح معاك برده فكرة هنا الاتحاد وإيه اللي بيوفروا وإيه اللي ما بيوفروش يعني لو هنتكلم عن مخطط أحمال بدنيا هنتكلم برضو عن مؤاهل نفسي ليه اللاعبين يعني خلينا نعرف من حضرتك الصورة كاملة لان احنا محتاجين أبطالنا ما يكونش ناقصهم بصراحة أي حاجة وده دور في الأول وفي الآخر الاتحاد هو الاتحاد ماشي معانا قوي جدا وهم بقى لهم معاهم من ست شهور كده ولا حاجة هو راح معاهم والفترة اللي فاتت دي كلها كان معانا احنا بيتمرن معانا وكده واحنا موظبين معانا يعني بيتمرن مع حضرتك في المكان اللي احنا شوفناه ده مفيش أماكن تانية لحد هذه اللحظة هو بيتمرن على السطوح برضو لا مش السطوح ده مصنع وده الأرضية في المصنع يعني في المصنع ده في القوضة دي بس يسأل برضو يعني مفيش أماكن برضو بديلة لا فيه مماكن بيلعب المشروع القومي هو بيلعب المشروع القومي في أماكن بيروح بيروح فترات يتمرن هنا وبيجي فترات كبيرة بيتمرن عندنا بحيث أننا بقى مركز معاه ويبقى أنا قدام الواحده بس هو الولد عمر ابن أخوي التاني فيه أحسن شغلة أكثر أحسن يعني أنا بقى مركز مع الواحده طيب فيه نقطة كمان كنا نتكلم فيها وهي فكرة أولمبيات هنا 20-24 في فاريس إن شاء الله. ومحمود كان بيقول هو ده الهدف بتاعه الفترة اللي جاية. وأعتقد ده حلمنا كلنا أن ده يحصل لأننا متأكدين أنه لو يروح إن شاء الله هيرجع بالذهبية. بس يزيب بيقى فيه استعدادات من دلوقتي. فخلينا نعرف من حضرتك برضو كمدرب ليه غير الحركة خاله. كمدرب لي كابتن هاني ده. إزاي بدلوقتي بتتجهز له؟ إن شاء الله بإذن الله طبعاً من الدلاتي schwierى في المنطقة بإذن الله من واحد شابع بإذن الله. لكن نتمنى أن أنا إن شاء الله يتملك معه الحد الأولمبيات عشان أقدر أن هو يؤسل الأولمبيات بإذن الله. فأنا تمنا كده إن شاء الله سؤدي معه الحد يعني آخر يوم في اللعبة بالنسبة rouge إن شاء الله النجاح لنجاح يعني يا رب إن شاء الله وسعداء جداً بالنجاحات دي وسعداء بوجود حضرتك معنا نورتنا ومنشكرك على المكالمة الجميلة هذه. وهنرجاعلك يا محمود نكمل كلامنا بس خلينا نطلع بواصل سريع ونرجع نكمل درده شدنا طيب تهالي جي الوقت بقى عشان الدقاءة الأخيرة أو المتوقية دلوقتي من الفقرة أن احنا محمود يحكي لنا أو نبدأ نتكلم عن باريس 2024 لأن ده المهم دلوقتي هذا الملف اللي أعتقد أنت بتشتغل عليه من دلوقتي يا محمود ويمكن خالك أو مدرب الخاص بك كابتن هاني في المداخلة اللي فاتت كنا بنتكلم معاه في النقطة دي وقال هو يتمنى أنه يكون معاك مكمل طبعا علشان يقدر يوصلك لي كمان باريس 2024 بجانب طبعا المدربين اللي معاك في المنتخب فمحمود الرحلة دي بقى لغاية الأولمبياد هتعمل إيه فيها بالضبط استعداداتك من دلوقتي ازاي هو طبعا الموضوع صعب جدا يا طبعا لسه يبقى عندي فيها أصلا 19 سنة فأنافس ناس أصلا كبار يعني سن كبير خالص في الموضوع يبقى صعب بس طبعا الاستعدادات إن شاء الله أحاول إن شارك في بطوات المؤهلة في طبعا خمس بطوات لازم ألعبهم دي مؤهلة لباريس فلازم ألعب البطوات دي وطبعا يعني العزيمة عندها هتبقى أكتر الإصرار إنه أبقى حاجة إنه حقق مديلية باريس ده طبعا حلم بالنسبة لإنه حققها في السن ده هتبقى حاجة غير مسبوخة كمان تتكلم في الرياضة دي تحديدا لمصر فإنت فاهم أنت هتحقق تاريخ فيا رب يا رب ده يحسب هو حلم بالنسبة لك وأكيد حلم للاتحاد كمان بس بموجب الحلم ده هل اتقل لك أن أنت مثلا الفترة الجاية حيبقى فيه معسكرات معينة حتشارك فيها سفريات معينة إلى جانب طبعا البطولات المؤهلة اللي أنت بتتكلم عليه حيبقى فيه حاجات زي كده فيه معسكرات خارجية في السنة دي طيبا فيه معسكرات خارجية طبعا عشان برضو الاستعداد برضو الباريس والبطولات برضو المؤهلة لسه بصراحة ففيه معسكرات عشان برضو بطولة العلم الكبار في شهر 12 طبعا دي بطولة مهمة جدا برضو بالنسبة لنا كلنا هو كله مهم الحقيقة لا بس يا أمم بطولة العلم الكبار دي وفيه بطولة العلم برضو السنة الجاي كبار بعد كده الأولمبياد دي الأهم ثلاث بطولات الفترة دي فدولة نركز عليهم بص انت بطولة العلم للصغار الحمد لله عدت ونجحت فيها بذهبية بطولة العلم للكبار خلاص الرابط ان شاء الله برضو تحقق فيها ده بس أكيد هيبقى التشالنج بختلف لانت هتخش فيه أعمار تانية قدرات تانية برضو تحديات تانية فإزاي برضو بتشوف ان دي ممكن محمود يعدي منها أو هيبقى فيها مشكلة مين أكتر دولة خايف منها برضو خلينا نبقى عارفين وطبعا الفرق بيني وبينهم كبير فأنا أحاول على قد ما أقدر ان الفرق اللي طبعا ونقدر أنفس معهم وطبعا أهم المنافسين طبعا للإيطالي الإيطاليين الإيطاليين طبعا لأنه لسه عامل رقم علامي في الكبار فدي أهم منفسها كم بقى الرقم اللي حقا 27 رقم برضو طيب رقم جدا وانت هتستعد للرقم ده إيه بقى يعني من دلوقتي ازاي طبعا فيه منفسين برضو معي هنا في مصر بس طبعا حاول على قد ما أقدر ان أقرب منهم جدا يعني بقى المنافسة بسيطة خالص طبعا حتى تقرب منهم لازمك حاجة معينة من الاتحاد لازمك شيء معين من الوزارة طبعا لازم أن الدعم يزيده كده بس طبعا نتكلم في سيادة الوزير وان شاء الله إنما ماشيين في الأجراءات دي من الدعم والاهتمام هيزيد أكتر فان شاء الله الموضوع يبقى أسهل طيب بص إحنا الوقت بيخلص فعايزين بس إحنا أنا وكريم نحاول على قد ما نقدر إحنا نتطمن من خلال أسئلتنا عن محمود والوضع بتاعه وكل ما يلزمه كمان السادة المشاهدين يكونوا عارفين طيب بالنسبة لبردو النظام الغذائي بتاعك أنت معاك دكتور متكفل بدأ ولا لأ بيهتم بالنقطة زي ولا لأ بيغانب طبعا التدريبات فكرة هنا الدعم النفسي برضو مهم جدا لأن انت مش كل بطولة هتدخلها ممكن تفوز ممكن تحقق اللي انت عايزه فهنا بيحصل مشكلة شوية أنت ترجع مرة تانية تعاد الثقة فيك أو فكرة أن انت رايح تلاعب ناس أعمار تانية خالص فتنيدس هلپ زي ما بيتقال الحاجة التالتة برضو إيه اللي ناقص من خلال عشر صبح في الأهل يرسالة أخيرة لو حابت توجيها لحد من تقريبا فاضل دقيقة فممكن برضو من خلال نتوجيها للي انت عايزه وطبعا فيه دكاترة يعني الاتحاد خلاص بقى فيه دكاترة وموفرين الموضوع ده وفيه طبعا مدلكين فهو دي اللي كانوا أهم حاجة وتوفروا الحمد لله تمام فالموضوع بقى أحسن يعني الحمد لله طب والنزام الغذائي صحيح أكيد فيه ناس برضو عندها فضول تعرف يعني نزامك الغذائي يعني عشان تبقى في السن الصغيرة دي بسم الله ما شاء الله محقق النجاحات دي في الرياضة دي بالتحديد أكيد برضو يلزامك نزام غذائي مختلف تفتر ايه بتغدى ايه بتعمد ايه لا طبعا بوضع النزام الغذائي ده ده مش يعني اه طبعا مهم وكل حاجة بس عادي طبعا بقى بركز كل تركيز كبير في البروتين بروتينات طبعا دي أهم حاجة والفواكه والفيتامينات بيتنشروا فيتامين سي والكلام ده فطبعا أنا بقى بنهتم بالكلام ده أكتر عشان بيساعدنا في التمرين أكتر ما ينفعش تزيد بقى في الوزن زيادة أو تقل دي تبقى مشكلة ساعتها اه دي طبعا مشكلة لا الزيادة دي سهلة شوية إننا زي ممكن 2-3 كيلو سهلة ممكن أخذهم قبل البطولة لكن طبعا أنا جدي يبقى جسم نقص لا طبعا مشكلة ما ينفعش إن شاء الله خير يا محمود وإن شاء الله تحق لنا يعني في باريس بإذن الميدالية ذهبية لأن مصر تستحق ده فمشوارك لسه قدامك كتير أنت لسه صغير وإن شاء الله اسمك يبقى كبير ومصر كمان ترفع اسمها في محافلة دولية مختلفة جيد لك إن شاء الله من اليوم مبروك يا محمود ونورتنا بوضك معنا في حلقة النهاردة بنشكر الجزير الشكر خلصت الفقرة الحوارية الأولى يا حضراتها نطلع فاصل سريع وبعد ذلك نرجع إن شاء الله تاني وآخر فقراتنا الحوارية كريم هيكون مع حضرتك ترجمة نانسي قنقر